اهلا بكم مع اخبار اريضة انها المنتخب الوطني لكرة القدم كافة تحضيرات قبل مواجهة منتخب ملطا وديا يوم غدا في تركيا والتي تأتي ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه النشامة هناك سعدادا للسحققات المقبلة ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني بولا بوت للوقوف على التشكيلة التي ستخوض اللقاء المهم في مشوار النشامة خلال التصفيات الاسيوية المزدوجة مع منتخب قراغستان في السابع عشر من الشهر الحالي وشارك في تدريبات اليوم جميع اللاعبين الذين تم استدعائهم بعد اراحة حسن عبد الفتاح عن تدريبات يوم الامس لمعاناته من اثار شدنا عضلي بسيط في الفخداء اليايسر حددت دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم موعد اقامة مباريات الأسبوع السادس من دور المحترفين لكرة القدم والذي تم تأجيله بسبب الحالة الجوية التي سادت المملكة خلال الأسبوع الماضي وأعلن مدير دائرة المسابقات عوض شعبات أن المباريات التي تم تأجيلها ستقام مباشرة بعد الانتهاء من مباريات الأسبوع الحادي عشر من مرحلة الذهاب للدوري وفقا لقرار لجنة المسابقات مشيرا إلى أن هناك تعديلات محدودة ستجرى على مباريات الأسبوع الحادي عشر وذلك لغاية توزيع الملاعب زارة خبير بريطانية يعمل في إحدى الشركات الاستشارية الخاصة بالملاعب الطبيعية والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الملاعب التي تستقبل كأس العالم للسيدات تحت سن 17 عاما والتي يستضيفها الأردن العام المقبل وتأتي هذه الزيارة بدعوة من اللجنة المنظمة بهدف الاطلاع على البنية التحتية للملاعب الأردنية التي ستقام عليها مباريات البطولة وهي أستاذ عمان الدولي وأستاذ الأمير الحسن في إربد وأستاذ الملك عبد الله بليقويسمي إلى جانب الملاعب التدريبية ومنها ملعب البتراء والسلط والكرامة وخريبة السود ومن جهة أخرى قدم الخبير العديد من النصائح للجنة المنظمة بعد أن كشف عن هذه الملعب وأبدأ العديد من الملاحظات عليها حقق فريق رؤيا لقب بطولة جامعة البتراء للمرة الثالثة على التوالي في كرة القدم بعد الفوز الذي حققه على حساب الفريق المنظم ظهر اليوم تفاصيل هذا اللقاء المثير في التقرير التالي للمرة الثالثة على التوالي أقامت جامعة البتراء مباراة ودية بين أعضاء الهيئة التدريسية وفريق رؤيا على الصالة الرياضية في الجامعة اللقاء الذي بدأ بالسلام الملكي وإلقاء التحية بين اللاعبين شهد الشوط الأول منه سيطرة واضحة لأصحاب الأرض الذين دعموا صفوفهم بعدد من اللاعبين القدامى كان أبرزهم هشام عبد المنعم الذي وقع على أحد هدفي البتراء في الشوط الأول في الشوط الثاني تدارك فريق رؤيا الأوضاع وأعاد ترتيب صفوفه من جديد بعد التبديلات التي أثبتت نجاعتها وأحرز أربعة أهداف متتالية وذلك بفضل تحركات كل من طارق عصفور وقائد الوسط خالد الخطاطبة فيما كان للمسات المهندس فارس الصائغ الأثر الكبير بتحقيق هذا التقدم إلا أن الدقائق الأخيرة شهدت صحوة للبتراء تمكنوا على إثرها من أحراز التعادل قبل أن يخطف نجوم رؤية تقدم مجددا ويتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي وبعد اللقاء قدم راعي الحفلة الدكتور مروان الملة رئيس جامعة البتر الميداليات والكؤوس لمستحقيها وتم تسليم كأس أفضل لاعب في البطولة للكبتن طارق عصفور ولقب الهداف للمهاجم يوسف بدر جداً مسرورين بهذا اللقاء وهذا صار اللقاء يعني كل سنة نحن نتمنى بحيث أنه في تواصل باستمرار بين الجامعة وبين المجتمع المحلي وخصوصاً اللي هي رؤية فإحنا مسرورين جداً ومسرورين للنتيجة ومسرورين أن نكون تجوا لجامعتنا الحمد لله اليوم فريق مكتمل كامل يعني والشباب أبدعت وما قصرت أنا أعتقد أقل واحد خدمت إشي اليوم إن شاء الله بالمرات القادمة يقبلوني ألعب معكم وإن شاء الله يكون في بطلات أكبر إذن ها هي رؤية تكتب سطراً جديداً للنجاح وهذه المرة رياضياً بانتظار ألقاب أخرى يحاققها نجوم ولعب رؤية وننتقل إلى الأخبار العالمية حيث عبره نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم ديفيدا لويز وريكاردو كاكا عن السعادة بعودة مهاجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي إنيمار إلى صفوف السامبا قبل مواجهة منتخب الأرجنتين الخميسة المقبلة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديالا روسيا 2018 وكان نايمار قد غاب عن صفوف منتخب بلاده في مواجهتين تشيلي وفنزويلا بسبب الإقاف بعد السلوك الذي أظهره في بطولة كوفا أمريكا في نسختها الماضية ومن جهة ثانية يعاني المنتخب الأرجنتيني من غياب نجمه الأول ميسي بسبب الإصابة وفي ذات السياق أثناء كاكا على الهدف الرائع الذي سجله نايمار في مرمى فيا ريال في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية عشر من الليغة الإسبانية والتي انتهت لصالح البارسة بثلاثية نظيفة استمر نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بالإدلاء بتصريحاته المثيرة للجدل والتي كان أخرها يوم أمس حين لمح بقوة لإمكانية مغادرته الفريق الملكي الفترة المقبلة رونالدو لم يتردد بالإجابة على سؤال لأحد الصحفيين خلال عرض لفيلمه الوثاقي الأول حول إمكانيات العودة للعمل مع مورينيو من جديد حيث أجاب بأنه مستعد العمل معه من جديد مشيرا بذات الوقت بأنه لا يزال لديه عامين في عقده مع ريال مدريد مضيفا إلى أنه سعيد جدا في أفضل نادن في العالم لكن لا يعلم ما يحمله المستقبل له على حد قوله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة